دوري ايه? دوري مكتوب للزمالك. اه. كل الامور اه يعني متكاتفة. اه. و جاية في صف الزمالك من اه اه توفيق للادارة سبحانه وتعالى من ربنا سبحانه وتعالى وفاهم ان هما جابوا الراجل ده. اه. وبعدين التاريخ الكبير لهذا الرجل من قبل ست سبع سنين او ثمان سنين عمل شغل جامل جدا مع زمالك فليه قاعدة. ليه قاعدة جامهارية يعني هو داخل قلوب الزمالك قويب الفين واربعتاشر. وثقة غير مسبوقة لأي مدير فن تاني. اه. طب كانت الصبر انت انت مدير فن كبير. وتقدر بخبرتك وبحنكتك تقدر تعرف المدير فن كويس من اللي مش كويس ببرايته للملعب باداءه بمؤتمراته صاحبية بتصرحاته بكاتشنته بعيدا عن هو بيعمل ايه في التدريب. ايه اللي في فريرة مختلف? هو اه. فريرة طبعا اه مزرب جامد جدا و اه و اه خبير. خبير. طبعا. بس انا دايما قلتلك الدخلة بتاعتي دي الاولانية دي هي ساعدته. ساعدته كتير. خلي بقى لك المزرب لو ما عندوش اه. ارضية. ارضية. من الادارة. ومن الجماهير. هينزل اه اه متلعسن في الملعب. اه. اه. مش هيقدر يعمل حاجة. فريرة خسر افريقيا اول ما جا. وبعدين كسب. او كان الزمالك خلاص يعني. مش قصدي. اه. انا مش قصدي. اه. وبعدين الزمالك خسر ماتشين. محادش فتح بقه. محادش تكلم. اه. فدي بتدي ثقة للمدير الفني ده. ان انا انا جاي اعمل اللي انا عايزه. اه انت جاي في مشروع. انت مش جاي السنة دي تاخد دوري وخلاص. او مسلا تنافس عالدور. هطلع كل حاجة عندي. وكان الدور عالفكرة كان بعيد. جدا. عالورق وبالارقام الدوري كان بعيد. لا ما كانش في امل.